السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب دايما تكونوا بخير معنا النهاردة خبر محزن جدا عن الفنانة غادة عادل ولكن معنا صدمة كبرى من بعد وفاة الفنان اياد داود هنعرف تفاصيل ما بعد وفاة وسبب الوفاة الرئيسي وايضا سبب مرض الفنانة غادة عادل بصراحة مرضها صدم الجميع اللي جاء فجأة لكن هما بيفتكرون او بيفتكروا ربنا وقت التعب معظمنا كده على فكرة كلنا بنعمل الفروض وبنعمل كل حاجة علينا ولكن يمكن لابنكون تعبنين بنتعلق او بنتشعبت كده في رحمة ربنا ورضاه في الوقت ده اكتر بكتير ايه مرضها وايه تفاصيل المرض في مداخلة تليفونية من طلقها اللي دخل وتكلم مع عمر اديب وحكى تفاصيل المرض بتاحها شفنا وفاة الفنان اياد داود اللي ايضا احزن الجميع قبل ما نبدأ اي كلام خلينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام وكمان ياريت تحطوا معنا لايك كده حلو زيكم وتعليق مناسب للفيديو غدا عادل واياد داود شغلوا كل مواقع السوشال ميديا خلال الكام ساعة الماضية توفي الفنان اياد داود عن عمر يوناز تسعة وتلاتين عام بعد صراع مع المرض اكتشفنا بعد ذلك انه كان مصاب بكورونا وتداعيات ما بعد فيروس كورونا هي اللي تعبته اوي وزاد عليه الموضوع خلال الفترة الماضية وثم وفاته المنية الله يرحمه ويغفرله ويدعوله كتير اوي طيب ايه تفاصيل مرض الفنانة غدا عادل شفنا بنتها مريم الهواري طلعت وطلبت لولدتها الدعاء وايضا ابنها عبد الرحمن اللي نزل صورة لولدته من داخل المستشفى وقال لو سمحتم ادعو الماما بالشفاء العاجل ان شاء الله يارب ترجعي وتنور الدنيا بدحكتك تاني بصراحة شكلها وما علمها صدمت الجميع طيب ايه هو حكاية المرض بتاعها ده اللي تكلم فيه طبعا هادي بعتزر مجدي الهواري طلقها مع عمر أديب وقال احنا بنصحيها من النوم يعني اولادي بصحوه وما متهم من النوم كالعادة كل يوم بتصحى قبلهم النهاردة فضلت نايمة لما جوم يصحوها مش عايزة تصحى خالص وفي وضع حرج فطلبوا لها الاسعاف وتم نقلها للمستشفى وبيحصل لها حاجات يعني مش قادرين نعرف ايه اللي بيحصل شوية تكون فيقة وشوية بيغمى عليها ومش قادرة تسيطر على جسمها تماما وساعات بتقوم وويه بتفضل تشد في شعرها وتخبط دماغها في الجدار بتاع المستشفى الحيط وويه بتقول خرجوني من هنا وبعد كده بتهدى وبنشوفها في واضح أحسن مش قادرة تسيطر على جسمها ومش قادرة تسيطر على نفسيتها وكل ده حدث مفجأة لأنها بالأمس كانت حالتها الصحية حسنة جدا جدا ناس ربطت حكاية التعب بتاعها بوفاة الفنان ايه الدقوت بالمناسبة هما ما اشتغلوش مع بعض ممكن يكون ما بينهم كلام أو يعني زمالة في بعض الشغل ولكن هما حتى مش من جيل واحد ولا اي حاجة ما عرفش اذا كان الموضوع ليه علاقة بوفاة اياد او لا ولكن طبعا الفيديو اللي حضراتكم شايفينه ده الصور دي منه كان اخر ظهور ليه غادة عادل ما حسن الرداد لما كانوا بيرقصوا مع بعض لما كانوا بيعرضوا المسرحية بتاعتهم طبعا نتمنى ليها الشفاء العاجل هي وكل المرضى ولو فيه اي تفاصيل جديدة باذن الله هنوفيها لحضراتكم ياريت الناس اللي اول مرة تشوفنا تشترك في القناة والناس اللي دايما منورونا ما تنسوش اللايك سلام عليكم